مساء الخير عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم خمسة لصحتك. الامساك مشكلة بيتعرض لها ناس كتير جدا. سواء كبار او اطفال وردع. الحلقة دي هنتكلم فيها عن الامساك عند البالجين. ان شاء الله هنعمل حلقة عن الامساك عند الردع والاطفال. لو انت حابب توصلك حلقاتنا اول باول. ياريت تفعل الجرس وما تنساش تشترك في القناة. الامساك لو جينا مساكنا التعريف بتاعه عدم اخراج البراز يومين او اكثر ده اعتبر امساك. ولكن في ناس بتواجه صعوبة وقلم في اخراج البراز ولو يوميا. ايه الاسباب? ايه الالاج? تفرج على الحلقة الاخر وانت هتفهم كل شيء عن الامساك. الامساك ممكن يحصل نتيجة دواء بتاخده. ممكن يحصل نتيجة طفيل او ايدان او امير موجودة عندك. ممكن يحصل نتيجة اسلوب غذائي خاطئ. مهم نحدد السبب طبعا مهم. ولكن الاهم هو العلاق. ازاي ان احنا نتعايش مع ظاهرة. ممكن تظهر في حياتي اسبوع عشر ايام شهر. وتختفي بعد كده ويعيش طبيعي. وممكن تتسبب لي في ازمات ومشاكل تانية كتير. زي مثلا البواسير او النصور الشرجي او النصور القصاصي. او اه التهابات في فتحة الشرج او شرخ في فتحة الشرج. دي كلها مشاكل ممكن تحصل نتيجة الامساك وعدم علاجه. عشان ما نخرجش عن الموضوع. بمجرد ما بتاكل. الاكل بينزل المعدة. بيتكسر بشكل جزئي. بعد كده بيروح اللامعاء الدقيقة اللي بتبدأ تمتص القيمة الغذائية. بعد كده بيوصل اللامعاء الغليزة. اللي بتبدأ انها تمتص المياه والاملاح والمعادن التي لم تمتص في اللامعاء الدقيقة. بالبلد كده يعني القولون وظفته انه يمتص المياه من الاكل اللي تهضم. فلو القولون حصل في خلل بيعنيش في المياه اكتر يحصل امساك او ما عامش بوظيفته خالص يحصل اسهاك. بمعنى انه اي خلل في القولون نتيجته بتكون امساك او اسهاك. لو انت من النوع اللي ما عندكش توازن في الغذاء ممكن تعاني من الامساك. اهم علاج للامساك هو انك تحدد المشكلة الاساسية اللي مسببها لك الامساك وتعالجها. طيب بالنسبة الاكل. ايه الاكلات اللي ممكن تعمل الامساك? اي حاجة فيها نسبة دهون او شحوم او زيوت. الفواكه كلها بتعالج الامساك مع هذا الرمان. بزر الجوافة ممكن يسبب امساك. الشاي شائع جدا ان الشاي بيعمل امساك. هو الشاي ممكن يعمل سوق هضم لو شورب بعد الاكل مباشرة. انه وبالتالي افضل شيء ان انا عشب الشاي بعد ساعة من الوجبة. علاج الامساك بمنطقة البساطة ان انا زود الفواكه والخضروات في اكلي. ان انا حدد معاد فيسيولوجي يومي لاخراج البراز. ويفضل يكون صباحا بعد الافطار. يعني مسلا انت لو جيت لاستخداليها وسألتني يا دكتور انا عايز علاج الامساك. انا تقابت من الادوية. هقول لك ما تاخدش اي ملينات. لان الملينات بتزيد من حدد الامساك لما بيرجع تاني. ممكن تستخدم منتجات زي الشاي الاخضر او الاعشاب. انها تساعدك في اخراج البراز. ممكن تصدم المليم في حالات قليلة جدا لما يكون الامور غصلت لمرحلة وخلاص انا عملت كل حاجة وما فيش فايدة. الامساك موجود. ساعة انا ممكن استخدم اقراص نصار او استخدم اه بيكولاكسونوط وبمناسبة لبيكولاكسونوط اللي هي اشهر علاج للامساك. بيكولاكسونوط بتنفع للامعاء الكبيرة. يعني انا لو رفيع او طفل صغير ما ينفعش مع البيكولاكسونوط. طبعا برضو في الحوانة الشراجية احد اه اساليب العلاج للامساك ودي بتبقى في الاخر خالص في مراحلة متأخرة. فيه الاكتلوس شراب. وده للمرضى اللي بيعانبوا المشاكل في الكبد والمرارة. برضو حاجة مهمة جدا بتعالج الامساك هي الرياضة والمشي. سواء الرياضة بشكل يومي. المهم تكون بشكل منتظم. ومن ضمن علاج الامساك وجلسرين لبوس سواء كبار او اطفال. في حلقة الاطفال ان شاء الله هنتكلم عليه باستفادة. زي ما قلت لكم. لما يجيلي هنبع عليه في موضوع الادوية. وفي نفس الوقت هتدي له وصفة معينة يلتزم بيها هتحدد له المشكلة دي. الوصفة دي ببساطة انه قبل ما ينام يوميا يتناول طبق فكحة. زي ما اتفقنا. اي فكحة مع هذا الرمان وبزر الجوافة. تاني يوم الصبح اول ما يسحى من النوم بيشرب فنجال لبن رايد. قبل ما يفطر. مع الشاي الاخضر. سواء مع الفطار او قبل الفطار. وبعد الفطار بيبدأ ان هو يعود نفسي يوميا ان ده معاد اخراج البراز. ده معاد دخول الحمام. حتى لو انا في اول ايام هافضل موجود في الحمام فترة طويلة وما بعملش اي شيء. يعني ممكن بالبلدي افضل ربع ساعة في الحمام ما بعملش اي شيء. ولكن بعود جسمي فيسيولوجيا ان ده المعاد اللي انا هخرج فيه البراز بشكل يومي. ده انسب علاج من وجهة نظة انا ومش بس كده ده هو جاب نتاج مذهلة مع ناس كتير جدا. العلاج في اسلوب حياتك انت. في تنوعك الجذائي. في اكل الفواكه والخضروات. في بعدك عن المواد الحافظة والشحوم والزيوت والدهون والاكلات الداسمة والمسبكة. في انك تشرف سوال كتير. كمان وده شيء مهم. يبقى فيه انتظام في الوجبات الكذائية. يعني ما ينفعش ان انا يبقى فيه مسافة طويلة ما بين الوجبة والوجبة. افضل شيء تلتة لاربع وجبات في اليوم. وما ينفعش اباعد ما بين الوجبات. الاسلوب بتاع حياتنا المشهور اللي هو ممكن افتر. والوجبة التانية هي تبقى الغدى متأخر. بالليل. ساعة تسعة عشرة. وهي دي الوجبة التانية وخلاص على كده. دي احد اهم اسباب اصلا حدوث الامساك. مش الامساك بس مشاكل الجادة الهضمي كلها. ان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم معي الامساك عند الردع والاطفال. هتبقى حلقة مهمة جدا لانه من اشهر المشاكل اللي بتحصل للاطفال والردع تحديدا هو الامساك. ان شاء الله اشوفكم في الحلقة الجاية.